وأيضاً دايماً عندنا برسبشن أنا أسف أو انطباعك مصريين أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد وبالتالي لما الجينيب ينزل معناها أن الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة بينما العكس وفي دول كثيرة جداً وده المنظر نفس الدول دي قوة العملة بتاعتها للدولار حصل فيها إيه وبنلاقي أن ده أحياناً بيبقى ده إجراء بيخطط ويتعمل علشان تقوية الاقتصاد وتقوية اتصادرات ودفع عجلة استثمراء جبر وبالتالي كمصر ما زلنا مثل الدول شبيهة جداً في موضوع سعر العملة وهذا الكلام وبالتالي دايماً الخبراء الاقتصاديين وحضراتكم قاعدين بيقول المشكلة مش مشكلة سعر الصرف المشكلة كبح جماح التضخم احنا ما يهمناش سعر الصرف لكن يهمنى التضخم ان السلع التضخم ده يعني سعر السلع وبالتالي مهم جداً انك انت تبقى ازاي تقدر تكبح كماح التضخم وليس يهمنى كسعر عملة بالعكس ده في بعض الدول ممكن تلجأ الى اجراءات علشان تخلي نفسها اكثر تنافسية انها تضعف من عملتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر